سين ما حكم التنفل بالصلاة في ساعة شروق الشمس أو غروبها جين عن عمر بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الضل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فيستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات إلا في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها بالحديث وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس بنحو ربع ساعة وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس وذلك في منتصف النهار قبل صلاة الظهر بنحو خمس دقائق أو قريبا منها ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس والمعتبر صلاة كل إنسان بنفسه فإذا صل العصر حرم عليه التطوع المطلق بالصلاة حتى تغرب الشمس والحكمة من النهي اجتناب مشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت فرحا بها وترحيبا لها ويسجدون لها إذا غربت وداعا لها وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سد كل باب يوصل إلى الشرك أو يكون فيه مشابهة للمشركين وأما النهي عند قيامها واستوائها في وسط السماء حتى تزول فلأنه وقت تسجر فيه النار وتفتح أبوابها